ترأس سعدة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة للتمرين الأمنية المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمن الخليج العربي واحد والذي يُعقد للمرة الأولى في مملكة البحرين أواخر الشهر الجاري ترأس اجتماع اللجنة العليا للتمرين وذلك بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون الشقيق المشاركة في هذا التمرين وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس هيئة السيطرة بعضاء اللجنة العليا مغربا عن شكره لأعضاء اللجنة على الحضور والمتابعة وكذلك أعضاء اللجان على الجهود المبذولة وأكد رئيس الأمن العام أن هذا التمرين يعد تتويجا لعمل دؤوب ومسيرة ممتدة من التعاون والتنسيق الأمني بين دول مجلس التعاون وتنفيذا للاتفاقية الأمنية التي تجمع دول المجلس وتجري مراحله في ضوء توجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وتحقيقا لمساعيهم الخير في تحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون وتعزيزا للقدرات المشتركة لدول المجلس وعلى رأسها مكافحة ظاهرة الإرهاب وأضح رئيس هيئة السيطرة بالتمرين أن الفرق واللجان المختصة قطعت شوطا طويلا في الأعداد للتمرين والتدريبات والانشاءات والتجهيزات المطلوبة تتم على قدم وساق وأوشكت على مراحلها النهائية كما تم في الوقت ذاته مراجعة نتائج اجتماعات اللجان المختلفة واعتمادها وأشهد لواء طارق الحسن إلى أن وضع خطة للاستفادة قدر الإمكان من التمرين الأمنية المشترك من خلال تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة وورش العمل التي تعقدوا ضمن مراحل التمرين وكان رئيس الأمن العام رئيس هيئة السيطرة قد قام بزيارة تفقدية جديدة إلى المواقع والتجهيزات التي تم إجراؤها بهدف إتمام التمرين ومراحله بالشكل المطلوب وبما يحقق الأهداف المرجوة من قبل كافة دول مجلس التعاون الشقيقة حيث طلع خلال الزيارة التي رفقها خلالها أعضاء اللجنة العليا للتمرين على واقع المباني والمنشآت الخاصة بالمنطقة الميدانية مشددا على ضرورة الانتهاء من الأعمال الانشائية لمواقع التمرين في الوقت المحدد مع تكثيف الجهود ورفع مستوى الجهازية لإتمام كافة المتطلبات المؤدية لإنجاح فعاليات التمرين المشتركة تعزيزا للعمل الأمني الخليجي في مجالات التعاون والتنسيق والتخطيط بين الأجهزة الأمنية